السلام عليكم تلميذ ثالثة ثانوية جميع الشعب في جميع أنحاء الوطن واش راح نشوفه اليوم؟ هنشوفه سؤال يطح بزا في الباقي ويطح عدة مرات في جميع الشعب السؤال هذا واشنوه؟ ها ها وكما راح كنت شوفوه فيه كما كنت قرأوا هنا وشوفوه في تصويره السؤال واش يقول Ask the questions that the underlined words answer واش معندها؟ اوكي يعطوكم جملة فهذه الجملة يسترونكم على كلمة؟ ولا على عبارة؟ يقول لك أطرح لي سؤال لازم لإجابة السؤال تاعك لتطرحه انتاية تكون هذه العبارة والكلمة المسطرة عليها نعطيك مثال بيش تفهمني نقول وعطيك جملة مثلا قل لك محمد تحصل على أعلى علامة في القسم يستطل لك على محمد انت لازم تسقصي سؤال لإجابة السؤال تاعك تكون محمد وش تسقصي هنايا؟ هنايا يحب يقول يستطلونه على إنسان يستطل لك على إنسان توجه حدير تقول له شكون تسمى شكون تحصل على أعلى علامة في القسم لإجابة وش تكون محمد لك هذا هو السؤال كيف يطيح يحب يقول انتاية ولا أستطل لك على اسم إنسان ديرك تقول له شكون كيف نقوله شكون بلونجلي؟ هو ندوا مثال واحد اخر نفترض ودوك قالوا لك مثلا محمد يسكن في بليدة محمد يسكن في بليدة استطل لك على بليدة هنا وش تسقصي بهذا السؤال سقصي وين يسكن محمد ولا وين يعيش محمد لك هنا وش تبدأ سؤال تاعك ستبدأ ب where أين وعلى استطل لك على مكان بليدة ما كان يحب يقولك استطل لك على مكان نبدأ السؤال تاعي بوين كيستطل لك على إنسان نقول شكون صحة كون استطل لك على وقت وكون يقولك مثلا محمد goes to school everyday at 8 o'clock محمد يروح للمدرسة على الساعة الثامنة كل يوم يسطل لك على الساعة الثامنة في الحالة هذه انتاية وش تسقصي يعطيك وقت وش تقول له وقتاش ماتا تقول له ماتا يذهب محمد إلى المدرسة في هذه الحالة هذه السؤال تاعك وش يكون نسمى وش نديرو كي يعطونا جملة يسطلونا على كلمة ولا عبارة وش نديرو نروح ونشوف هذه الكلمة ولا العبارة اسك هي مكان ولا زمان ولا شخص ولا حالة أخرى رح نشوفوهم إن شاء الله في هذا الدرس إذن أبقاوا معنا بش نشرحوهم إن شاء الله ونعطيكم أمتلة بالغنقلي الدرس الثاني مقسم إلى مرحلة الأولى ومرحلة الثانية وش نشوفو المرحلة الأولى The first phase The first step المرحلة الأولى هم يعطونا جملة ونطرحوا سؤال وش رح نتعلم ودوك نتعلم وبقل نبدأ و السؤال تاعنا خي قلنا بليه هم يعطونا جملة خبرية ونطرحوا سؤال أحنا نعلمكم الكلمة الأولى التي تدروها أنتم في السؤال هذا ما كانت هذه المرحلة الأولى لنطرحوا سؤال لدينا ستة اقتراحات نديروهم لدينا إما نديرو حاجة الأولى نديرو هو معانتها شكون هو معانتها شكون ونستعملوا هو نستعملوا هكي يعطونا إنسان نعطيك مثال أعطيك مثلا قل لك محمد got the best mark محمد تحصل على أعلى علامة سطر لك على محمد هنا تسمى ماذا عريبا نستطل لك على إنسان أنت كيستطل لك على إنسان ماذا ستستقصي قلنا تستعمل هو من شكون في الحالة هذه ماذا نديرو احنا نبدأوا الجملة التانية كي يستطرون على إنسان نبدأوا به ما نهضروا شعرت تكميلات الجملة احنا نتعلم مرحلة لولا برك بمن نبدأ في الحالة هذه ماذا نستعملوا نستعملوا هو نديرو الحالة التانية كي يعطوني عدد number كي يعطوني number مثلا يقول لي five students were absent خمس تلاميذ كانوا غيبين هنا يستطل على خمس تلاميذ five students أنا بدأ مستطل على عدد وشح نستقصي هنا في هذه الحالة نستقصي شحال كيف نقوله شحال بلانجلي how many how many لك في هذه الحالة نقول how many لابد أن نتفكر في الباك دايما كي يستطروني عدد في الجملة على عدد أنا نديرك نستقصي نبدأ الجملة التاعي نبدأ السؤال التاعي بhow many لك هذه الحالة التانية الحالة التانية كي يستطروني على عدد نروح دوك الحالة التالتة الحالة التالتة كي يستطروني على شيء وش حبي يقول شيء مثلا يقول لك the war caused the crisis وش معنتها the war caused the crisis معنتها الحرب سببت الأزمة ستطل على الحرب الحرب ماشي إنسان وماشي عدد في الحالة هدية وشحن دينا نايا كي يستطل على شيء رح نستعمل what what معنتها ما الذي ستسمع في هذه الحالة وشحنقوله ما الذي سبب الأزمة نستعمل what نبدأ دائما بwhat هذه الكلمة التي يستطل عليها نحيها ونروم بلاسيها بيمن what أشفع عليها كي يستطروني على كلمة في الجملة التاعك في الباك وتجي تسأل سؤال إلى هذه الكلمة كانت شيء بيمن تبدأ تبدأ بwhat الحالة الرابعة الحالة الرابعة كيستطروني على مكان place نفترضه مثلا يقول لك sumerian civilization flourished in Iraq حبي يقول حضارة السومرية إذ ظهرت في العراق نستطل لك in Iraq في العراق هنا العراق وشنو عبارة عن مكان في الحالة هذه انت السؤال تاعك استطرولك دائما على مكان وش تدير تبدأ بكلمة الأولى هي where where وش معنة where أين لك اشفع مليح استطرولي على مكان نقول لهم ديرك where الكلمة الأولى تكون where نروح لحالة الخامسة الحالة الخامسة يعطوني وقت ناتك ميتر نقول لك the Egyptian civilization flourished around 3000 بي سي عدارة المصرية ظهرت حوالي 3000 سنة قبل الميلاد يستطل على 3000 سنة قبل الميلاد هذا وشنه هذه date هذا تاريخ تسمى وقت تاريخ ولا وقت كيف 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 نقول لك 2008 2008 كيف نقول لك 1966 1966 هذا وقت لك أي حاجة عندها علاقة بالوقت الكلمة الأولى اللي نحن نبدأ بيها باش نطرح السؤال تعيه هي when وقتاش when بيانسور كين كلمة واحدة أخرى نقدر نديرها في بلاسة when هي how long ago بسرح ما عشنا نهضروا عليها when هي السهلة و هي صغيرة نددو دائما نددو دائما أسهل طريق نحو النجاح النجاح في عدة طرق we are going to take the shortest way the shortcut towards success حاب يقول نددو الطريق المختصر نحو النجاح الحالة السادسة واشنه هان هل يعطوني سبب reason نعطيك متى نقول لك he studies hard to succeed هو يدرس وبي جد لكي ينجح هذه اللي كي ينجح كون ستطلق عليها عن ماذا تعبر لكي ينجح تعبر عن السبب وعليش راه هو يقرأ لكي ينجح في الحالة اللي استطرولي على عبارة وهذه العبارة تعبر على السبب ولي ما يفهمش بيان انجلي وحاب يعرف السبب وقت الشيطيح نقوله بلي كلمة السبب يقبلها دائمين to ولا for ولا because to و for معندها لي كي تعبر على السبب و because داني ما معندها لي أنا تعبر على السبب ثم أنا كي يستطل على عبارة تبدأ بto ولا for ولا because نعرف بلي عندي سبب reason وكي يعطوني سبب بنا وش نسقصي نسقصي بwhy لماذا why نوع كي يعطوني مثلا الجملة يقول لي he studies hard to succeed يستطل على to succeed أنا احنا بدا له السؤال تاعي why وش بقالنا بقالنا المرحلة التانية هي تصريف الأفعال كيفاش نصرفوا الأفعال كي نجو نكملوا الجملة تاعنا ايدا ابقوا معنا باش نشوفوا المرحلة التانية